تحتاج إلى شيء من التفصيل لم يكن الرئيس البشير وكذلك حزب المؤتمر الحاكم هم الذين يتفخرون بأنهم أجروا حوارات على مدى شهور متطاولة في السابق وانبثقت عن تلك الحوار حكومة سموها حكومة الحوار الوطني هل الدعوة الجديدة للحوار اعتراف بعدم جدوى ما جرى في السابق؟ شكرا نخي الجليل مسيرة الحوار انتظمت السودان من وقت مبكر وتتوجت هذه المسيرة بمؤتمر الحوار الوطني الذي ناغش كل الغضايا السودانية وانتظمت فيه أكبر مجموعة في تاريخ السودان من الأحزاب السياسية حوالي مئة حزب وخمسة سبعة وثلاثين حركة موقعة على السلام وناقش كل القضايا في ستة ملفات رئيسية وخرج بمخرجات سميت بمخرجات الحوار الوطني وأصبحت هي برنامج للدولة وبرنامج للغوة السياسية بالداخل وهي الآن يجري تطبيقها بالتضامن عبر حكومة الوفاغ الوطني وليس حكومة الحوار الوطني حكومة الوفاغ الوطني الآن تطبق في هذه المخرجات هناك بعض الغوة القليلة لم تنتظم في هذا الحوار وهذا الحوار أجمل ما خلص إليه أنه أكد على ضرورة التبادل السلمي للسلطة عبر الانتخابات وأوصى بوضع قانون جديد للانتخابات وقد تم وضع هذا الغانون بدرجة عالية جدا من التوافق بينها مكونات الساحة السياسية مع كامل الاحترام لهذا الكلام أخي الكريم التبادل فإن هذا البرنامج على ما يبدو لم ينجح بدليل الناس التي هي مستمرة في التظاهر بل ورفعت سقف المطالب إلى رحيل النظام ورئيس البشير نفسه نعم أخي الكريم أنا قادم لهذا الأمر السودان مر بعغبات اقتصادية وهو ليس بدعا من كثير من الدول التي مرت بمثل هذه العغبات هذه العغبات تعودنا أن نستطيع تجاوزها والآن بما حبى الله سبحانه وتعالى هذه البلاد من موارد ومن إنسان يستطيع أن يواجه هذه التحديات وضعنا خطط وبدأنا في معالجة الإشكاليات الأساسية التي تسببت في هذه الضيغة الاقتصادية الآن أخي الكريم حاولت بعض الغوة السياسية ونحن نعتبرها غوة ليست غوة انتخابية فهي ليست لديها رغبة في التبادل السلم والسلطة عبر الانتخابات لأنها لن تكسب من الانتخابات شيء وليس لديها قواعد داخل وسط الشعب السوداني لذلك حاولت أن تمططي صهوة هؤلاء الأبرياء من الطلاب ومن الشباب الذين خرجوا ليعبروا عن هذه الضيغة يعني أنت لا تشعر بأي مشكلة عند الحديث عن هذه الأحزاب وتصفوا بأنها لا تقبل التدول السلمي للسلطة بينما الرئيس البشير يحكم منذ ثلاثين عاما نعم أخي الكريم أجرت في السودان انتخابات والآن سوف تجري انتخابات وتبقى لها عام من يريد أن يعبر عن رأيه وينتغذ النظام انتغاد النظام متوفر في السودان فليغنع الرأي العام عبر الانتخابات الغادمة أن لا يصوت للمؤتمر الوطني وأن يصوت لمن يريدونه ويغدمون البدائل والشعب هو الحكم في عملية التدول السلمي للسلطة وهذا أمر ليس في السودان في حزب ولكن في كل بلدان العالم سأعود إليك مجددا سيدة مريم ما موقفكم مما يجري في الشارع الآن نعم مرحبا بك أستاذ محمود ومرحبا بكل مشاهديك والمشاهدات وكل عام وأنتم جميعا بخير على انتدار العالم وكل عام وكل السودانيين الذين يستمعون الآن إلينا بخير بمناسبة الذكرى الثلاثة وستين لاستقلال البلاد والتي ننظر لها بكثير من الأمل هذه المرة حيث قام شبابنا بصورة مدهشة ومبدعة ومفرحة بانتزاع جانب من الحرية في السودان بدعوات ومظاهرات نظموها وقاموا بها ثم حصل ترقي على المستوى السياسي حيث دخل تجمع المهنيين السودانيين ودعا بمطالب محددة برحيل النظام إلى مظاهرتين سلميتين معلنتين في دوسط العاصمة وحققوها وقام الشباب بصورة فيها حقيقة كثير من الشجاعة والحماسة والوعي والحفاة على الكلمة السودانية والسينية هذا الكلام؟ أين أنتم من موقف حزب الأمة المعارض من هذا الكلام؟ ولسيما أن بيان الحزب وصف هذا الكيان الذي قلت كيان المهنيين وصفه بأنه جسم هلمي لا لم ننصفه بهذا الوصف يا سيدي كان هناك قبل حوالي أسبوع في المسيرة الأولى بيان مفبرك من أجهزة غير معلومة وقامت الحبيبة الأمينة العامة ببيان ذلك الأمر فبالتالي نحن مع إخوتنا في تجمع المهنيين المهنيين من حزب الأمة داعمون بهذا الجسم ونحن في تواصل معهم ومع القوى الوطنية الأخرى بصدد إن شاء الله إعلان سياسي كبير لقيادة هذا الأمر ولكن أنا أيضا أحيي الشهداء وأحيي كل المناضلين وأدعو للاعتقالات الكبيرة والمعتقلين الآن والمعذبون الآن اليوم تم ضرب غير مسبوق من الوحشية للشباب والنساء بصورة تجاوزت قيمنا بصورة مخجلة أنا أقول ذلك وأنا أشعر بكثير من الخجل لأن الشباب ديل التزموا بالسلمية نحن نؤية هذه التظاهرات ونحن جزء منها ونحن داعمون لها وندعو أن يكون هناك تصعيد للأمر بحيث يتم إضراب سياسي في مراحل إضراب عام في مراحل قادمة عصيام مدني يفضي إلى تغيير هذا النظام بصورة نزعى فيها أن نتجنب الحلول التي أو المواجهات التي تفضي إلى الفوضى في السودان سيد محمد مصطفى الضو كيف تستطيع تقنع الشباب الغاضب في الشوارع الذين تعرضون لما قالت سيدة مريم أنه وحشية وعنف غير مسبوقين وخارجين عن تقاليد وأعراف السودان كيف تقنعه بالعودة مجددا إلى منازله وفي الوقت ذاته قياداته تقنعها بالانخراط في هذا الحوار الذي دعا إليه الرئيس أخي الكريم الشباب الذين خرجوا وبدأوا هذا العمل خرجوا يعبروا عن قضية مثلا نحن جميعا كشعب السوداني نكتوي بنارها وتألمنا منها ولكن الشعب السوداني يدرك تماما أن الصبر ومعالجة الأمور والتفاعل مع المشكلة بإيجابية وبحث عن حلول بتضافر الجهود ووضع الأيدي مع بعضها البعض هو المخرج وليس هذه الأساليب التي تمت وهم ينظرون كذلك لدول كثيرة جدا بدأت فيها مثل هذه الأعمال وفي النهاية انتهت بالخراب والدمار والتشريد للشعوب ولا يريدون أن تتكرر هذه التجربة في هذا السودان الآمن المطمئن ونعمة الأمن يجعر بها هذا الشعب السوداني هل على الشعوب أن تقايد حبرياتها السياسية وكما يقول المتظاهرون كرمتهم في مقابل العنوين الفطفاضة الخاصة بالاستقرار والأمن وما إلى ذلك أخي الكريم الذين قاموا بهذا الأمر في البداية لم يكونوا لديهم توجهات سياسية ولكن حاولت الأحزاب السياسية التي عجزت طيلة الفترة الفاتتة أن تغدم أي شيء أو أن تثبت وجودها حتى في الساحة السودانية أن تمططي صهوة هؤلاء وتأتي بهذه الشعارات وتريد أن تعبر عنها نحن لسنا ضد الحرية ولسنا ضد الديمقراطية ولكن هناك وسائل مغرى عالمين بالعودة إلى مسألة الحوار التي دع إليها الرئيس أستاذ محمد هل يمكن الاستجابة أو الإنصاط لنبض الجماهير في الشارع وإدراج مسألة رحيل الرئيس البشير على أجندة هذا الحوار؟ أخي الكريم المطالب المشكلة الأساسية مشكلة اقتصادية والآن بدأت معالجات في جوانب الخبز والحمد لله بدت تأتي سمارة والآن بدأت تنفرج هذه الأزمة وهناك مشكلة في جانب الوغود وبدأت كذلك تنفرج وهذاك مشكلة في جانب النغود والآن الحمد لله رب العالمين بدأت تنساب هذه النغود إلى البنوك وسوف تظهر في الأيام الجاية انفراجة كبيرة في هذه الجوانب هذه هي القضايا الأساسية أما قضية تغيير النظام التي تبناها هذه القوة السياسية قوة اليسار والقوة المتحالفة معها من الطائفية وأنا أقول هؤلاء لم يأتوا إلى الحوار لأنهم أدمنوا المعارضة نحن عندنا في السودان مشكلة غوة سياسية أدمنت المعارضة لا تستطيع أن تعيش إلا معارضة سيد غريم الصادق المهدي هل تستطيعون هذا التوافق هل يمكن لحزب الأمة والأحزاب السياسية والكينات القائمة التقليدية الانخراط في الحوار والاستعداد فعلا للانتخابات المقبلة كما يقول الرئيس وكما نبه ضيفنا الكريم يا سيدي أنا أولا أقول ما قال ما جاء اليوم في احتفال الاستقلال أحيي فيه كرال كلية الموسيقى والمسرح وأحيي فيه المخرج الشاب الطيب صديق ديلة الإضافة حقيقة كانت مبهجة للشعب السوداني أما ما عدا ذلك فهو كلام مكرور أنا سؤالي محدد سيدة مريم سيدة مريم سؤالي محدد ضيفنا يقول إن الأحزاب السياسية التي عجزت عن مقارعة المؤتمر الوطني خلال الانتخابات والأطر الديمقراطية امتطت الشارع لتحقيق هذه الأغراض من خلال شيء غير ديمقراطي أو حرك غير ديمقراطي في تقديره أليس كما يقال حزب الأمة وهذه الأطر قوة آفلة وليست بازغة؟ طبعا كلام غير صحيح هم يتحدثوا عن انتخابات لم تجري انتخابات طيلة فترة 30 سنة في هذا الحكم هي ما قاموا به مجرد عملية مفرغة من أي معنى للتداول السلمي الذي مفترض تقوم به الانتخابات الحرة نزيها العادلة نحن جميع توافق على أن الانتخابات هي المخرج السلمي والتداول السلمي للسلطة ولكنها لديها أسس ولديها معايير هي ليست مجرد عملية صناديق بأوراق يقوم بها ناس كما هم يفعلون بالتالي نحن الآن نتحدث عن أن هناك كلنا دعونا للشوار وقلنا للشوار هو المدخل السلمي ليفضي لوقع انتقالي هذا الأمر لا يزال ماثل الحجة لشوار ماثلة أرجو أن تكون الإجابات مختصرة حتى نستطيع الاستفادة بالوقت المتبقى هو قصير أو قليل للغاية سأعود إليك مجددا لكن في عجالة أستاذ محمد مصطفى وباختصار أعلن قبل يومين هناك شوار مفتوح عبر الآلية الأفريقية سأعود إليك مجددا أستاذ محمد قبل يومين أعلن عن القبض على خلية تابعة لعبد الواحد محمد نور من الذي ضرب المتظاهرين إذن اليوم أو لماذا ضرب المتظاهرون اليوم إذا كانت هذه الخلية قد أجهضت أخي الكريم هذه الخلائل التي أجهضت قبض عليها ووضع معها الأسلحة والمواد التي وعدت لهذا التخريب وعرضت على الشعب السوداني والآن يجري متابعة بغية الخلية لأن هناك أفراد منها حتى الآن لم يتم الغبض عليه إذن تصل هذه حجة لإجهض أي نوع من أنواع الاحتجاج السلمي في أي زمن من الأزمان يمكن لأي سلطة أن تقول هذا الكلام نعم أخي الكريم ونحن الآن ندعو كل الغنوات الفضائية أن تعكس ما تم من خراب وما تم من دمار وما تم من هذه المجموعات من تخريب وانتهاك لحرمات الآخرين وانتهاك لممتلكات الآخرين ولكن أخي الكريم كذلك الأيام الفائتة ونشر فيها غدر كبير جدا من التضليل والفبركة لبعض المعلومات وبعض الصور المزيفة الممنتجة منتاج جيد لعكس صورة أن الوضع في السودان بأكبر من الحجم صورت الوضع بأكبر من الحجم الطبيعي الذي هو فيه الحديث عن المهنيين وعن المحامين وعن غيره هناك نغابات حقيقية دخلت انتخابات أعذر أن دعني أتوجه لسيدة مريم الصادق منفاز فيها والآن هي غائمة هم يتحدثون عن أجسام لا يدلها لا يدلها لا يدلها استمع إليه لو تكرمتي وأجيبي عن السؤال سيدة مريم هل تعتقدين أن تشكيل لجنة لتقص الحقائق هو الحل والسبيل للوصول إلى الحقيقة كاملة فيما جرى خلال الأيام والأسابيع الماضية لا مجال لعمل لجنة تقص حقائق في ظل هذا النظام من الممكن أن تكون هناك لجنة تقص حقائق دولية كما أشار الأمين العام للأمم المتحدة قد تأتي بالحقيقة ولكن في ظل هذا النظام نحن نريد نقول يا سيدي بوضوح أن هذا النظام الذي ظل يستهين بأرواح الشعب السوداني بهذه الصورة ويستهين بعقول الشعب السوداني يعني هذا واضح قلت أنتم ترفضون عمل هذه اللجنة و ترفضون دعوة الحوار و ترفضون الاستعداد للانتخابات المقبلة و تشككون في مростة من الانتخابات لا 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 لحظة اسمعي إلي وأجيبي باختصار لو تكرمتي كل هذا ترفضونه وتشككون فيما مضى من الانتخابات إذن هن نرى كوادر ورجال حزب الأمة المعارض متصدرين الصفوف في هذا الحرك خلال الأيام القادمة؟ بالتأكيد هم متصدرون في كل ما مضى هم متصدرون معتقلون في كل المناطق اليوم عدد من الاعتقالات ولكني أريد أن أقول بوضوح نحن لدينا رؤية واضحة وعزيمة واضحة على أن نغير هذا الواقع بواقع أفضل ونحن لذلك استعدين وبإذن الله السائق واصلة شكرا جزيلا لك السيدة مريم الصادقة المهدي نائبة رئيس حزب الأمة المعارض كانت معنا من الخرطوم وكان معنا من الخرطوم أيضا السيد محمد مصطفى أدو نائب رئيس القطاع السياسي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم خاتمة الحصاد لهذه الليلة مع مريم بالعليا تتناول حال حقوق الإنسان في الإمارات والبحرين بعد أحكام قضائية ضد حقوقيين أثارت انتقادات منظمات دولية اشتركوا في القناة